مايكل حنة وبرناردو وهم من اتنين من الباحثين والمتخصصين الحقيقة في دراسات الشرق الاوسط بينشروا في موقع مجموعة الازمة الدولية ومجموعة الازمات الدولية تقرير انا عايز اقول له حضرتك كده لو احنا الخمس شهور اللي فاتوا في اخر كلام انت متعود معنا ان احنا بنيجي هنا بنترجم التقارير الاجنبية وبنجيبها وبنلخصها وبنشتغل عليها واصبح خلاص الحمد لله البرنامج مرجع للصحافة الاجنبية بشكل يومي فالتقرير اللي هنستعرضه في الفقرة دي انا عايز اقولك ان هو تلخيص للخمس شهور اللي فاتوا يعني لو ان حضرتك على رأي محمود بكر الله يرحمه المعلق الرياضي لسه كنت بتدخن سجارة في البلكونة ومش بتفرج على المطش ولسه داخل تتفرج بعد عشر دقايق فحب اقولك ان الاهلي جاب جون كان دايما يعمل كده كابت محمود بكر الله يرحمه كنت بحب تعليقه جدا يعني فلو حضرتك مش متابع اللي بيحصل في مصر ومش متابع اخر كلام اخر خمس شهور فحب اقولك ان الفقرة دي هي ملخص الازمة بتاعة مصر في الفترة الاخيرة تقرير كل كلمة فيه مرجع اتمنى اتمنى على اي حد لسه عنده بقية ضمير ووطنية داخل ما يسمى النظام المصري العسكري الحالي انه يتفرج على الفقرة دي ويتابع الكلام اللي مكتوب لانه فيه تشريح للازمة وفيه خيص لمين السبب وازاي نخرج وازاي نطلع وازاي نحل وهنعمل ايه مع كل عنصر من العناصر اللي فيه الازمة الاقتصادية الحالية تعالوا نشوف الخبر عنوانه من مجموعة الازمة الدولية مصر على المحك تواجه ازمة اقتصادية تهدد بالترابات واسعة تمر مصر بازمة اقتصادية عميقة تهدد بتعطيل سياساتها الداخلية والاقتصادية والخارجية ما يؤدي الى تعميق خيبة الامل العامة وربما تأجيج للترابات الاجتماعية بيكلم عن ان مصر مرت باخفاقات اقتصادية قبل كده لكن مشاكل اليوم مختلفة وبتقول ان يسر الامر على الحكومة ودائنيها بالمثل شركاء الخليج بيشتغلوا مع صندوق النقد الدولي اللي اقرض الحكومة 3 مليار دولار عشان يضغط على القاهرة لاجراء اصلاحاتها هكالية نقف هنا شوي خلي بالك الكلام اللي هنقوله هنا في التقرير ده يمكن بيأكد اللي كنا بنقوله في الفقرة الاولى وهم فقرتين مرتبطين ببعضهم لما يطلع رئيسة الجمهورية تقول ان الصندوق النادي تصلوا بنا وقالونا انتوا كويسين نشوف تقرير مجموعة الازمة الدولية بتكلم عكس ده بقولك يا جماعة لا فيه ازمة حقيقية ما بين مصر والسندوق وكمان حلفاء السندوق اللي هم الحلفاء الاقليميين الخليجيين وكمان الولايات المتحدة الامريكية بيكمل التقرير وبيقول من الواضح ان السلطات قلقة للغاية وده بصراحة باين جدا على قرارهم باطلاق حوار وطني مع المجتمع المدني وقوى المعارضة الراغبة في توسيع قاعدة تدعمهم مع انتقال الوضع الاقتصادي من سيء الى اسوأ التقرير زي ما قلت لحضراتك هو تقرير طويل شوية نركز فيه كده وحاولنا نقسمه لحضراتكو على اجزاء نبدأ الجزء الاول هم استخدموا مصطلح تخيلوا معايا كده هو بيقول ان مصر تسير على حبل رفيع الحبل ده تخيل ان انا ماشي عليه مثلا لو الزمل احطولي حبل هنا وانا ماشي هبقى خايف اقع خايف رجلي تفلك كده او كده فهم بيقولوا ان مصر دلوقتي ماشي على خط رفيع زي الصراط كده ممكن تقع في اي لحظة سياسيا ممكن تقع اقتصاديا ممكن تقع بغضة شعبية ممكن تقع ان الدعم اللي برا يقل ممكن تقع ان الحلفاء يتخلوا عنها ممكن اي حاجة تحصل فالنظام الحالي بيسير على حبل رفيع او خيط رفيع ويمكن ان يسقط في اي لحظة لأي سبب تعالوا نشوف الجزء الاول في هذا التقرير مصر على المحك اعتقد ان نروح هناك هيكون افضل ونقرأ مع بعض كده واحدة واحدة الناس بيقولوا ايه في المحور الاول مجموعة الازمات الدولية مصر على المحك مواطن ضعف الاقتصاد ايه المشاكل اللي عندنا في الاقتصاد المصري تعرض الاقتصاد المصري لضربة قوية نتيجة حرب اوكرانيا اهو عكس اللي سندوق النقد الرياسة المصرية بتدعي ان الاقتصاد المصري صامد امام الازمات الدولية تفاقمت الازمة خلال عام 22 السنة اللي فاتت اللي هي جورجييفا قالت ان الاقتصاد المصري في حال التدهور الجنيه وصل لادنى مستوياته في التاريخ امام الدولار 32 جنيه تقريبا وفقط 50% من قيمته لكن الازمة بدأت منذ تولي السيسي عام 2013 بيرجعنا الكاتب او بيرجعنا التقرير لاصل الازمة خلي بالك احنا هنا بنتكلم على تشريح او تشخيص للازمة الازمة مش في السطرين اللي في الاول انه احنا حصلت ازمة روسيا واوكرانيا ومش عافية لا هو هنا بيرجعنا لالفين وطلاتاشر وبيقول لك انه عبدالفتاح السيسي كان ليه سبب الازمة لانه اعتمد على نموذج الديون وادارة الجيش للاقتصاد ايوة امسك عندك هنا سببين للمرض الموجود دلوقتي ايه هما سبب الاول الديون السبب التاني ان الجيش استحود على الاقتصاد الامر الذي ادى الى تفاقم الفقر اختلال السياسة الاقتصادية الخارجية بعدين بيكمل وبيقول كمان انه مصر عانت من انسحاب المستثمرين المستثمرين بدأوا يخرجوا من مصر بشكل كبير جدا كمان قطاع السياحة اللي هو كان حاجة عظيمة جدا عندنا اختفت السياحة فعليا من مصر بعدين بيرجعنا تاني للازمات الخارجية فبيقول ان حرب اوكرانيا ادت لازمة وقود وازمة حبوب وخرجت العملة الصعبة من مصر حوالي عشرين مليار دولار اللي محمد معيت قالك ان احنا سمحنا بخروجهم فاكر انت التصريح الغريب ده قالك احنا سمحنا بخروج الاموال الساخنة بعدين بيكلم التقرير ان القاهرة بتكافح لسداد ديونها لكن ازمة الديون الخانقة مهيئة للانفجار وده سطر خطير جدا نازم نتوقف عنه ليه؟ عبدالفتاح السيسي الاعلام بتاعه بيتكلمه ان احنا ما عندناش مشكلة ليه يا سيدي ما عندكش مشكلة اصحنا بنسدد طيب السداد اللي انت قادر تسدده الخمس سنين اللي فاته ومش هتعرف تعمله السنتين ثلاثة الجايين ليه؟ لان خدمة الديون اللي انت استلفتها جديد الخمس سنين اللي فاته زادت وتحطت على المستحقات اللي كانت قبل كده فحضرتك داخل فيه مصيبة سودة وده اللي التقرير بيقوله ان ازمة الديون او سداد الديون مهيئة لايه؟ للانفجار طيب ندخل على المحور التاني لهذا التقرير اللي بيتكلم فيه عن تهديد صندوق النقد الدولي وده يمكن اللي بيرد على الفقرة الاولى بتاعة البيان العجيب اللي الرئاسة نشرته مبارح بتقولك صندوق النقد مبسوط مننا قوي طيب هو بيقول ايه؟ بيقول حدثت ازمة مع صندوق النقد بسبب تدهور العملة اللي عايز الجنية تعوم اكتر الحكومة خايفة تعمل الكلام ده الصندوق طلب سعر مارين للعملة المحلية وده محصلش وبالتالي بقى رئيسة الجمهورية بقى ريح كذب لانه الصندوق عايزك تعوم اكتر وانت بتعومش طيب جميل بيقول كمان التقرير ان الصندوق النقد شايف ان ارتفاع العملة بيعمل ايه؟ بيوسع عجز حساب الديون الخارجية وبيقلل من التصدير وانه الاهم كمان بيعزز الطلب على الدولار في السوق السوداء وده اللي حاصل انت عندك 3 اسعار للدولار عندك سوداء 37-38 جنيه عندك بنك مركزي سعر رسمي 32 جنيه او 30.9 وعندك العقود الاجلة حوالي 42 جنيه طيب بيقول كمان ان صندوق النقد الدولي رأى انه ارتفاع العملة ده قلناه خلاص وقال انه هو طلب من عب فتاح السيسي ابطاء مشروعات البنية التحتية وده اللي اتكلمنا عنه في خبر كريستالينا جورجيفا السنة اللي فاتت وقال ان ده بيمثل تحدي لسياسات السيسي ليه؟ لانه السيسي باني استراتيجية بقاءه على ان انا الراجل كنت المخلص ودلوقتي انا بتاع الجمهورية الجديدة انا اللي جاي اعمل عبور جديد انا الراجل اللي بابني عاصمة ادارية جديدة فلما يجي صندوق النقد يقول له بقولك ايه؟ فرمل شوية لان اللي بيحصل ده مش هنعرف نساعدك فهو هنا مجموعة الازمة بيقولك انه عشان يفرمل او يبطأ مشروعات البنية التحتية ده بيمثل تحدي كبير جدا لسياسات عبد الفتاح السيسي بيقولوا كمان المسؤولين الماليين الدوليين هددوا مصر بتصريحات عامة اذا لم تمتثل يعني انت حضرتك لو ما امتثلتش لسياساتنا فاحنا هنبدأ نتكلم معاك بشكل مختلف وده اللي حاصل وزراء المالية في السعودية في قطر في الكويت وايضا في الامارات كلموا عن هذه القصة ما عادش فيه مساعدات مباشرة بيقول التقرير او بيختم الجزء ده ان الطبقة الوسطى والعاملة بتشعر بالاحباط الشديد من الانهيار الاقتصادي ندخل على الماستر سين بتاع هذا التقرير وهو فكرة خروج الجيش من الاقتصاد تجريد الجيش او القوات المسلحة المصرية وده هو الامر الاكثر اهمية زي ما الكاتب بيقول تجريد الجيش من امتيازاته الاقتصادية وده الفينانشل تايمز اتكلمت عنه قبل كده كمان التقرير بيقول ان السيسي قدامه تحدي اخر وهو تقليص البصمة الحكومية والعسكرية في الاقتصاد يعني طلع الحكومة والجيش من الاقتصاد النقطة اللي بعد كده وهي من اهم التحديات عند عقل عسكري زي عب فتاح السيسي ايه هو زيادة الشفافية يعني ايه يعني انا سندوق النقد الدولي كويس بعيدا عن البيان الكاذب اللي هما طلعون بارح انا بقولك هاجي في منتصف مارس اعمل مراجعة اولية او مراجعة اولى هتراجع ايه حضرتك اولا سائل العملة ثانيا خروج الجيش من الاقتصاد ثالثا القطاع الخاص وقف على حيله ولا لا طيب لما اجي اعمل الكلام ده انا مش البرلمان اللي المخابرات جايباء انا مش حزب مستقبل وطن اللي بقتحب نقابة المهندسين عن طريق بلطجية طلعوا اعضاء في الحزب لا انا صندوق النقد الدولي يعني عندي شفافية يعني هاجي اشوف اللي حصل واطلع تقرير اقول والله التزموا او ملتزموش فالسيسي ما بيلتزمش وما فيش شفافية فما حصلتش مراجعة بيقول التقرير ان الجيش معارض اصلا للخروج من الاقتصاد وبيقولوا كمان ان معارضة الجيش بتهدد بافشال صفقة صندوق النقد الدولي وده اللي حصل يا جماعة ده المنطق التقرير ده هو الاقرب للمنطق مش بيان الرئاسة المصرية مبارح التقرير ده بيقول لك انه ايوة صفقة صندوق النقد الدولي فشلة وبتفشل ليه بتفشل لان السيسي مش ملتزم بحاجة ليه مش ملتزم لان الجيش مش سامح له طيب بيقول كمان ان لازم مصر تعتمد سياسة التقشف اه نيجي للحاجة بقى اللي بيحبها عم فتاح السيسي تقرير المجموعة الازمة بيقول انه التقشف اللي هو عايز السيسي يعمله هيودي الى تآكل داخل جميع طبقات المجتمع المصري اللي هي اصلا بلقت تتآكل معادش في طبقة وسطة وكلنا شايفين ده وكلنا عارفين ده طيب بيقول كمان انه الاخطر انه سيؤثر على علاقة السيسي بالجيش سيؤثر على علاقة الرئيس بالجيش ستحدث خيبة خيبة امل عسكرية وستزعزع الاقتصاد بشكل كبير الاستقرار مش الاقتصاد بس لانه لو حصل مشكلة ما بين السيسي والجيش قلنا الكلام ده قبل كده في تقرير يزيد صايف في بداية السنة دي قالك مش هيعرف يأخر الصدام معهم كتير ولو حسوا انه هو خطر عليهم يا اما هيتخلوا عنه عشان مصالحهم يا اما هيقولوا انه هم مش محتاجين واصلا هم قادرين يحافظوا على مصالحهم نروح ليه الجزء التالت او المحور التالت في هذا التقرير الهام وهو قلق الشركاء الاقليميين والدوليين بيقول التقرير ان شركاء مصر الدوليين يشعرون بالقلق الناس خايفة الناس الان بيقول كمان ان اجراءات صندوق النقد الدولي الصارمة ستؤدي الى عدم استقرار سياسي لانه في انقسام داخل النخبة الحاكمة الحالية سواء العسكرية او السياسية في نظام عبدالفتاح السيسي وده سيؤدي الى عدم استقرار سياسي كمان بيقول ان الهجرة غير الشرعية هتزيد وده اللي حاصل فعلا عشان كده بقولك التقرير ده دقيق جدا بيتكلم على تشريح المشهد احنا الجنسية الاعلى في 2022 او في الربع التالت من 2022 في ايطاليا عدد المواجرين غير الشرعيين كتير اللي جايين من مصر السطرين الجايين اعتقد هم اخطر سطرين في التقرير كله ليه بقى اللي امتابع اخر كلام هيليني اتكلمت كتير قوي وكتبت على الشاشة دي وعملت الانترو بتاع الحلقة اكتر من مرة هل مصر اكبر من ان تفشل مصر اكبر من ان تفشل كلمت مع روبرت سبريمبرغ مع ستيف هانكي مع يزيد صايغ مع خبراء كثر في الحقيقة يا جماعة هو صحيح مصر اكبر من ان تفشل هل الغرب فعلا مش هيخلي مصر تفشل اللي هي عبد الفتاح السيسي مجموعة الازمة هنا بتقولك اه اوروبا شايفة ان مصر اكبر من ان تفشل عشان الهجرة غير الشرعية وانه 110 مليون لو لفوا الشوم ناحية اوروبا مش هتبقى ازمة لاجئين لا ده هتبقى ازمة حياة او ازمة وجود لدول اوروبا لكن الولايات المتحدة الامريكية لا يعنيها ذلك الولايات المتحدة مش فارق معها الهجرة غير شرعية ولا مش غير شرعية الولايات المتحدة عندها مصالح في المنطقة متعلقة بأمور أخرى غير الهجرة غير الشرعية وبالتالي هنا مجموعة الأزمة بتقول أن الولايات المتحدة لا يعنيها إن كان السيسي أكبر من أن يفشل أو لا نروح للمحور اللي بعد كده وهو انزعاج دول الخليج وتأثر علاقة السيسي مع حلفائه في دول الخليج بيقول التقرير أنه الدول الخليج منزعجة من أداء مصر الاقتصادي بشكل كبير الرياض وأبوظبي بيشعروا بخيبة أمل كبيرة مصر أيضا تمتعد من تدخلات الخليج ده وفقا للتقرير إلى أي مدى الكلام ده صحيح أو لا الحياة مش عارف لكن هم بيقولوا أنه مصر متضايقة من الدول الخليج السطر ده أو الجزء ده بتاع دول الخليج بعد شوية هنتكلم على تفصيلة أو خبر يمكن يأكد لنا الكلام ده يمكن يقولك أنه الجماعة اللي ورايا دول مش على وفاق أوي مع السيسي أميد قطر محمد بن زايد محمد بن سلمان لا واضح أنه هم مش مبسوطين وواضح أن السيسي كمان مش مبسوط نكمل بيقول أن الأمر وصل إلى إملاءات في ملفات خارجية من دول الخليج على مصر فيما يخص السودان واليمن وسوريا لكن بيقول التقرير أنه لا غنى لمصر عن التمويل الخليجي ما بص هتتشقلب هتبعت الفنانين بتوعك يروح هناك يبوسوا رجل توركي قال شيخ وقول لك أنتوا أحسن ناس يا جماعة إحنا من غيرك ولا أنتوا الشمعة المضيئة اللي إحنا كنا في الكهف ونطلع من غيرها اللي اتكلمنا عنه إمبارح بيستشد التقرير بإيه بتصريحات محمد الجدعان في ديفوز لما قال لن نساعد مين من لم يساعدوا أنفسهم الجماعة اللي عايزين يفضلوا عايشين على علينا وعلى فلوسنا إحنا مش نساعدهم لو هم مش بيساعدوا أنفسهم بعدين بيجوا للنقطة اللي هنتكلم عنها بعد شوية أن دول الخليج بيتستهدف الأصول العامة في مصر لكن حتى الجزء ده عليه أزمة كبيرة أوي هنعرفها بعد شوية السعودية غاضبة من تأخير تسليم تيران وصنفير والنظام المصري بيماطل فيها الحقيقة بشكل كبير جدا بعدين التقرير بيختم بالمستقبل بيقول أن إحنا في مصر للأسف يا جماعة وأنا بقول للأسف لأني لا أتمنى أبدا أن بلدي تروح لسيناريو لبنان أو سريلانكا أو الأرجنتين التقرير بتاع مجموعة الأزمة بيقول أن مصر حاليا على خطى لبنان وبيتحدث أن النظام يجب أن يعيد إعادة هيكلة ترتيبات البلاد لازم يلتزم بيه اللي صندوق النادي بيقوله استحضار نموذج تخلف لبنان عن الديون لما أطلع هنا أقول لك أن إحنا رايحين للبنان ما تطلعش تشتمني ما تطلعش تقول لي يا خاين يا عميلي اللي عايز البلد تنهار افهم إحنا بنقول لك إيه افهم إحنا بنحذرك من إيه إحنا بنجيب لك نماذج كانت شبهنا ودلوقتي غرقت فشلت إحنا بنتكلم على بلد مش على نظام لو النظام ده يعني دلوقتي حصلت مشكلة في البلد والديون والكلام ده البلد كلها تتأثر النظام هيغور هيمشي لكن البلد هتفضل تعبانة فيجب على مصر استحضار نموذج تخلف لبنان عن الديون كمان بيقول أن في مخاوف اقتصادية كبيرة جدا وكان يجب على القاهرة أو على النظام أنها أو أنه يقدم تنازلات مؤلمة بيقول كمان التقرير أن شركاء مصر يجب أن يتعاملوا بحذر مع الأوضاع الحالية لأن سياسة التقشف اللي النظام ممكن يتبعها هيكون لها أثر مدمرة على السكان في مصر اللي تعدادهم تجاوز المية وعشرة مليون وبيختم التقرير بالجزء اللي بدأت به أن السلطات المصرية حاليا تسير على حبل مجدود سياسيا واقتصاديا ممكن يقع هنا بسبب السياسة وممكن يقع هنا بسبب الاختصاد تقرير مهم جدا من مجموعة الأزمة زي ما قلت إهداء للنظام المصري لمن تبقى له بقية من ضمير أو عقل تفرجوا على الفقرة دي يمكن تفهموا حاجة ويمكن تنقذوا ما يمكن إنقاذوا